يقول السائل بعض النساء تمر أمام المصلين أثناء صلاة الجماعة فهل تقطع الصلاة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار نعم بالنسبة للمسجد الحرام والمواطن المزدحمة فلا تقطع الصلاة ولا تمنع المرور لأن هذا يضر الناس هذه محل ضرورة الزحمات الشديدة المسجد الحرام المسجد النبوي ما تستطيع تمنع الناس هذه ضرورة احتاجون للمرور شف نفسك أنت لو احتجت للخروج أو احتجت للانتقال فأنت لا بد تبي تمر من أمام الناس لأن الضرورة تقتضي هذا أما إذا كان في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه لا يجوز المرور أمام المصل ولا يجوز للمصل أن يمكن المارة منه إلا إذا كان مأموما لاحظوا هذا إذا كان مأموما فسترة الإمام تكفي فسترة الإمام تكفي للمأمومين